سلام عليك في صباحات كثيرة بتقول لك تعال اشتري من عندالي نسخ الريفت والاوتوكاد وكل حاجة بربعمال جنيه بألف جنيه في الحدود دي فانت تسأل احنا عارفين الاسعار بالدولار وحاجات ارقام ضخمة جدا ايه اللي حصل ايه اللي جرى اللي جرى ان الشركات ديات بتشتري من اوتو ديسك هي بتخلي حسابك كأنه تعليمي يعني مفروض ان في نسخة للطلبة بتكون مجانية بشارط ان انت تكون مسجل في جامعة تكون معتمدة من اوتو ديسك او يعني لها الصلبة عن اوتو ديسك او يعني فيه برتوكول تعاون بينهم وده كتير يعني موضوع سهل اوتو ديسك بتسعل كده ومعندش هام شاكل فبتلاقي الامور ميسرها واغلى بشاكات السوفت وير كده على الفكرة يعني لو انت عندك ايميل جامعي هتلاقي ان اغلى بشاكات السوفت وير عندها استعداد انها تديك نسخة تجربية نمودي السنة سلتين لحد متخلص الدراسة معندوش هامش كاف كده لكن الفكرة دي ان انت اشتريت ده ما في عكش نسئولية انها تشغل في شركة ضخمة كبيرة والمصنافات هاجموا فالورقة دي ملاش اي معنى خلص غير ان انت عامل كريك كريك معناها القصارة حماية اللي ديكوشن ده اعتبر قصر حماية شغلت الحاجة عندك بس انت بطريقة غير قانونية فده لا يعفيك من المسايا خلص لو انت شغال فرد في البيت او مع اصحابك على حاجة صغيرة المصنافات ما بتتمش بالقصص ديت يعني لو اتن ثلاثة لسه فتحينها غرفة صغيرة ولا بحد يقرب منك غير لو حد الشكع او حد يعني دايما لانما مفروض ان المصنافات بتركز على المكتب الكبيرة مكتب مثلا خمسين واحد ميت واحد هو ده اللي سهل ان راجل بتاع المصنافات يروح فده غير قانوني وليس له اي معنى خالص والفكرة كلها نوع ادوكيشن لو انت طالب تقدر تعملها لنفسك بكل بساطة اميل الجامعة وتدخل هيتطلب منك مثلا كرنيت جامعة ترفع كرنيت جامعة خلاص الامور فرصت تمام وان فعلا لما كنت بادرس عملت الموضوع ده وشغال موشق خلص لو انت حاجة على قدك خلاص اتصرف ما تشغلش باك ان اللي مش معناه يكون حد شغال حاجة ضيئة وقدر يدفع الاسعار ده لو انت شغال في شركة كبيرة لا امشي قانوني لاما تدور على بديل يكون ارخص ديما تشتري النسخة اصلية ما تخليش فيه مشاكل ممكن تحصل لك دي الاجابة على السؤال